دينا الجدول على فكرة غزل المحلة في المركز الاول متصدر الدوري المصري بعد فوزه المفاجئ على الاتحاد السكنداري المطش اللي فات على فكرة 1-0 يعني يعني دي قتقنبلها من قنابل الجولة دي الحقيقة في الدوري المصري يعني اه انا ممكن اقول لكم نتائج الاسبوع كله حرص الحدود خسر من براميض 1-0 البنك الاهلي خسر من امب 3-2 والبنك الاهلي كابتر خارد جلال ميشي وتولى قيادة الفنية رسمي النهاردة كابتر حلمي طولان طبعا كابتر خارد جلال مدرب عظيم لكن النتاج ما ساعدتوش كابتر حلمي طولان طبعا مدرب عظيم جدا ورجل لتاريخ طويل وعريض وهيبقى ليه اعتقد دور كبير جدا مع نادي البنك الاهلي في ظل الامكانيات المتوفرة حاليا غزل المحلة بيكسب التحادس كندير 2-0 كمان وبتصدر الدوري المصري النهاردة اسوان بيكسب فرقه 1-0 في بفاجة صادمة اصوان اول انتصار ليه النهاردة اصبح في المركز الاربعتاشر مع الكابتن ايمن الرمالي في اول قيادة فنية ليه اعتقد بتكالم الداخلية بيخسر من فيوتشر 1-0 الزمالك بتعادل مع المصر 2-2 غزل محلة بتصدر برصيد 10 نقاط في فيوتشر الثاني ايضا 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل الاثنين الاهل التالت 3 انتصارات من 3 مباريات 9 نقاط اللي حد سكنداري الرابع 3 انتصارات من 4 مباريات وخسارة الزمالك الخامس بتمن نقاط من 4 مباريات الأهلي أقل منه بمباراة بثمان نقاط برامدز السادس بثمان نقاط أيدر من أربع مباريات فرقه السابع بستة نقاط من خمس مباريات بيتساوى معاه في المباريات خمس مباريات البنك الأهلي لكن خمس نقاط في المركز التامن المصري التاسع بخمس نقاط من أربع مباريات أمبل عاشر بخمس نقاط من خمس مباريات طلع الجيش الحدقاشر أربع نقاط من ثلاث مباريات المولين العرب ايضا في المركز الاثناشر وسيراميكا في المركز التلاتاشر اللي اتنين تلات نقاط من تلات مباريات اسوان صعد للمركز الاربعتاشر تلات نقاط بفوز واحد خالف حققه صعد على طول المركز الاربعتاشر سموحة راجع للمركز الخمستاشر نقطتين في تلات مباريات لإسماعلي نقطة واحدة من تلات مباريات حرس الحدود نقطة والدخلية نقطة في المركز القبل الاخير والاخير من اربع مباريات بمناسبة الكلام على سموحة طلبين حسام حسن مهاجم الاهلي عايزين ياخدوء اعارة الاهلي طرح الفكرة على كولر لما جي المهندس فرج عامر وتولى القيادة الفنية بدى يبص بقى الدفوعات اللي في فرقة سموحة الحقيقة وراجل شاطر في القصة دي وبيعرف يديرها بشكل كويس جدا الحقيقة للسنين اللي فاتت فمن ضمن الحاجات اللي بدى يفكر فيها حسام حسن عشان خاطر هو محتاج لمهاجم لان سموحة لعب بص لعب 3 ماتشات جايب 3 جوال او جايب جول واحد في 3 ماتشات وعليه 3 جوال يعني ما ينس 2 في الاهداف حتى سيبك من نقاط نقطتين من 3 لكن جايب جول واحد في 3 مباراة يعني المعدل تلت هدف في المباراة وده معدل ضعيف جدا بدى اتكلم مع النادي الاهلي على معكابة محمود الخطيب على حسام حسن بنقله على طول رغبته السموحة الى كولر كولر طلب وقت قال لك انا عندي 7 ماتشات ولا 6 ماتشات في الدور لغاية نهاية ديسمبر الى 16 ديسمبر خلوني بقى اراجح حساباتي مع حسام حسن في 7 ماتشات دول واقول لكم قبل انتقالات الشتاء اللي هتبدأ 1 يناير هل فعلا انا موافق على اعارته ولا لا او بيعه او عودته مرة اخرى لسموحة ولا لا عشان ابقى ادي قرار نهائي لحسام حسن الاهلي صدمة بيكلمه علي معلول وبيهنوه على الفوز على فرنسا وانه هيجي امتى وكان فيه كلام انه ممكن نلحق مباراة بكرة بتاع طلاع الجيش وفيه كلام انه كانين في وقاء دي لعب ناحية الليفت في ظل تراجع الجابها دي في النادي الاهلي انه علي معلول قالوهم عنده احساس كده بشد في العدلة الخلفية صدمة الحقيقة تعرض لها او الدكتور احمد ابو عبلة يعني مع كابتن سيد عبدالحفيز لما تواصلوا معاه اتصدموا بهذا الكلام ممكن يبقى اجهاد ممكن يبقى حاجة لما هيجي على طول اول ما يوصل القاهرة يعني مفترض خلال 48 سامن المباراة خلاص مش هلقى مباراة بكرة يعني هيخضع لفحص طبي قبل ما يدخل على تدريبات الفريق وعايز اقول لكم ان علي معلول راجع روح معنامية مرتفعة لانه اللعب ماتش فرنسا اللي تونس كسبته فرجع روحه المعنوية عالية جدا عكس بالدين الجزيري اللي مشاركش ولا ديها في المونديال علي معلول مشاركش اول مباراتين وزا ما قولنا العبدي الراجل بيستخدم الباك اللي بيميل للدفاع اكتر اول مباراتين ولما لعب قدام فرنسا ماتش مفتوح كسب ولعب علي معلول الحياة كان ليه دور مهم جدا وعمل 14 اوفر ولا 13 اوفر في الماتش بتاع فرنسا يالي كسبان مش اقل من 170 الف دولار من مشاركة علي معلول في المونديال او في كاس العالم طيب اه وفي كلام في النوف تونس بيقولوا ان علي معلول هيعلن خلال ساعات اعتزاله اللعب دوليا وانه يختتم حياته في المونديال خلاص الدولية بالمشاركة في كاس العالم اللي في قطر كبطولة عظيمة جدا وبفوز منتصار عظيم جدا على بطل العالم اللي هو المنتخب الفرنسي كولر قاعد مع محمد فخري وتكلم معاه لعب خط النص قال له بص انا بجيب لعب خط النص اه بس لازم تبقى فاهم مش عشان يبقى على حسابك فيه ثلاثة عندي في المكان ده أليو ديانج والسولاية وحمدي فاتحي هو معاهم رابع ولعب على فكرة فخري اكتر من برا وظهر بصلاه كويس وبيتطور جدا قس حذره قال له يكوى الغرور يعني ايه واتحس بنفسك يعني افضل طول الوقت متواضع مع الكورة وافضل طول الوقت حاسس ان انت محتاج تعمل مجود اكبر اول ما هيجيلك احساس الرضا مش الرضا على الحال تقول لنا الرئيسين بالحال الحمد لله يعني يعني من اهم حاجة في الحياة الرضا ده لكن انك تبقى طول الوقت عايز تطور مستواك وتستجيب للنصايح وتستجيب للتعليمات الجزء للفن طول الوقت لكن اول ما هيجيلك الاحساس ده او غرور او بتاع هتبقى مشكلة عندك بالنسبة لك وانه اللعيب اللي هيجي ده اللي ممكن ييجي للنادي الاهلي هو معاك مع التلاتة الموجودين هتبقى منافسة بينكم والافضل هو اللي يلعب ويشارك في المباراة وقسم تقاتل عشان تضمن مكانك في التشكيل الاساسي